موسيقى لو جردنا المرأة من كل فضيلة لكفاها فخرا أنها تمثل شرف الأمومة وبالتأكيد فأنه لا توجد في العالم وسادة أنعم من حضن الأم ولا كتف الأب مثل خير بالمحبة نبدأ أمسيتنا من سيلفي المحبة التي تبدأ من البيت من حضن الأم والأب معنا فقبل أن نكبر ونشب كأولاد وبنات هل فكرنا كم تحمل أبائنا وأمهاتنا من المتاعب والقلق والسهر في الليل ولأن برنامجنا مفتوح على الحياة والناس والأمل كونوا معنا من عنوين أمسيتنا سيلفي اكتئاب المرأة ما بعد الولادة أب للمرة الأولى مخاوف ومسؤوليات فسحة محبة مع الممثلة هيفاء حسين نبض الحياة الصمم لم يقف حائلا بين ندى شهاب وأفراد أسرتها موضوعات غنية ابقوا معنا نتوقف في فقرة فصفظة عند موضوع اكتئاب المرأمة بعد الولادة من الطبيع جدا أن تشكل الولادة حالة من الفرح والسعادة والدهشة بقدوم مولود أو مولودة إلى العائلة لكن تصاب بعض الأمهات بالاكتئاب وخاصة في الأيام الأولى بعد الولادة فيسيطر على المرأة مشاعر الخوف والقلق والحزن والذي يرجع لأسباب عديدة اليوم بنناقشها مع ضيفتنا الأستاذة قليسار فندي حيات الله أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بس خلونا نشوف هذا التقرير قبل أن نبتدي حديثنا وبنرجع معكم بيكون يعني بعدما الولاد بيكون سعب بتغير نظام حياتها نظام نومها بيكون أنت مسؤولة عن شخص تاني فبيسبب أرق واكتئاب ممكن أنه لما المرة تولاد وتولشت اكتئاب يعني من الولادة والجسنة بتغيروا هيك يعني اكتئاب ما بعد الولادة حالة بتصيب بعض الأمهات نتيجة لأنه بيبعندها تطلعات معينة أو في ذهنها صورة ذهنية معينة للبيبي بتاع شكله فبيبقى مخالف شوية متخيلا أن الوضع بيكون بشكل معين بس طبعا بيدفوقها بعد كده بقلة النوم وقلة الراحة وبيأثر على الحالة النفسية والحالة المزاجية والست تحس بأن هي أصبحت وحيدة وأصبحت ممكن جدا أن الزوج ما يهتمش بيها فيحصل لها اكتئاب رح تكرق أهوة يعني لابنها ما رح تقدر تتعامل معها بحب وبود يعني هي لأ لازم تحاول تتغلب على هالموضوع يعني بعد انتابعنا التقرير وشفنا وجهات النظر المختلفة بخصوص هذا الموضوع فالجهد البدني والنفسي الذي يرافق الولادة أو العملية القيصرية يظهر بشكل خاص في الأيام الأولى ما بعد الولادة بالإضافة للمشاعر لتصاحب الولادة نفسها وتشعر الأم بأن جسمها وأفكارها وحالاتها المزاجية تتغير والذي ينعكس على شكل ممكن بكاء أو صداع أو حالة سوداوية حتى وهو ما يسمى باكتئاب النفاس أو اكتئاب ما بعد الولادة طبعا في البداية أستاذة حابينا نعرف تعريف لاكتئاب ما بعد الولادة طبيعي حالة الاكتئاب يلي بتصادف المرأة الحامل بعد الولادة فيه إلى مشاعر خاصة يلي هي لو حبينا نعرفها هي إحساس جديد أو شعور جديد المرأة بتعيشه يعني اختبار لمشاعر جديدة اختبار لحالة جديدة يلي هي الأمومة فإذن أول اختبار للمرأة هو مشاعر هذه الأمومة يلي ممكن تاخد عندك المشاعر أحيانا السلبية وأحيانا مشاعر الإيجابية فهو اختبار جديد لهذه الحالة لذلك نحن عادة نشوف هذه المرحلة تسمى عادة بأحزان الولادة أحزان الولادة يلي هي ممكن تاخد عندنا مفهوم اكتئاب ما بعد الولادة طيب يعني هل الحالة كلها نفسية ولا ممكن تعتمد بعض على تغيرات الهرمونات مثلا أو يعني تغيرات جسدية خلنا نقول أكثر من ما تكون فقط فكرية طبيعي هي المراحل التي تعيشها المرأة بعد الولادة ثلاث مراحل ممكن نحكيها فيما بعد الحالة اللي أنا بدي ركز عليها أنه هي حالة حقيقية باعتبار أنه فيه هرمونات عم تتغير بالجسم يعني في عنا أثناء الحمل بسرعنا ارتفاع بالهرمونات بشكل كتير كبير تخفض مباشرة بشكل كتير سريع بعد الولادة وهي التلاعب بالهرمونات هي التي تعطي الحالة الغيبية بالنسبة للمرأة وخاصة إذا كانت هي دون معرفة لهذه الحالة ودون قراءة لهذا الموضوع وتكون بالمولود الأول الأم الحامل فهي عبارة عن مشاعر جديدة حاسيس جديدة اختبار لأمور عديدة لذلك هي بتعيش بمرحلة صعبة جدا بعد الولادة لو عدينا عن إحنا المرحلة الأولى وجدناها أنه ممكن تكون طبيعية وعادية لمدة أسبوع أو عشر تيام إذا كانت عبارة عن هبوط مزاج نوعا ما قلق بسيط اضطراب بالنعب بالأكل اضطراب بالنعب هذا طبيعي هذا طبيعي ولكن في المرحلة الثانية اللي ممكن تعدي أكتر من أسبوعين مثلا صار عنا شدة بالأعراض شدة بالوقت أكت أطول الوقت دخلنا بمرحلة ثانية اللي هي اكتئاب النفاث أو اكتئاب ما بعد الولادة اللي حضرتك عند رقزي عليها نعم هذا هي المرحلة الثانية اللي بتكون عادة المرحلة الأولى ممكن تكون ما بين 50% ل 70% بين النساء اللي في عندها ولاده نسبة كبيرة المرحلة الثانية تمام مرحلة الثانية بتكون ما بين 10% إلى 15% ما بين النساء اللي بيولده وبصير عندهم اكتئاب مع بعض الولاد نعم طب سادة ليش يعني اتصيب نساء ونساء لا يعني هل فيه ظروف أو عوامل التي تعد على زيادة الإصابة بهذا الشيء؟ طبيعي في عوامل عديدة هنا نحن نركز على أنه في استعدادات في زمات بالشخصية عند المرأة ممكن تكون هي عرضة للاكتئاب أكثر من مرأة أخرى يعني في بعض المشاكل الحياتية الممكن تتعذر له يعني احنا وإتباعنا العربية أن المرأة لما بدأت تولد تذهب إلى بيت الأهل إلى حماية الأم إلى حماية الأخوات هاي المساعدة والمؤاذرة والمساند الاجتماعية عمليا تعمل حماية ودعم نفسي عالي للأم أعتقد أن هذا شيء صحي أنها تذهب لبيت أهلها بعد الولادة؟ طماما شيء صحيح وشيء صحي أيضا والشيء حماية بالنسبة لألو بقايا وعلاج بقايا الواحد الوحدة بالنسبة للأم المولدة جديد الوحدة أو بعدها عن المساندة بعدها عن الأم الكبيرة بعدها عن أحد يساندها بموضوع الطفل البيبي القادم الجديد كله بشكله أعباء نفسي وضغوط نفسي وخاصة إذا كانت التربة النفسية عند الأم تربة قلقة تربة نوعا ما بتأخذ ميول الاكتئاب عندها أكثر من الحالة الأمبساطية بشكل عام إذا كان عندها نزوع للتفكير السلبي أيضا فبصير عندها نوع من المشاكل النفسية الصامتة وبالتالي تتعرض لأكتئاب مع بعض الولادة والأخطر بهذه المرحلة الحقيقة لما بيصير إهمال للأم اللي عندها الولادة وبصير في عندي دخلة بالأكتئاب الشديد ولكن دون رعاية وعناية فممكن تتعرض لزوهان مع بعض الولادة اللي هو أحد الأمراض العقلية اللي ممكن يكون نسبتها بين واحد لثنين بالألف ما بين المرأة المولدة جديد فنحن منأكد دائما على أن الأشياء البسيطة ما نهملها لما منلاحظ أنه في بعض المؤشرات الخاصة عند هذه الأم اللي بعدها بالولادة الأولى وخاصة بالبيبي الأول أنه كثير يكون في عنا رعاية يكون في عنا مساعدة يلألة نتركها تعبر عن مشاعرها وجود الصديقات جدا رائع بهالماسي ما هو دور الزوج في هذا الموضوع؟ طبعا دور الزوج نحن نقول دائما إذا كانت ما في مشاكل عائلية سابقة الزوج جيد في حياة المرأة فدوره في غاية الأهمية في حال كانت مشاكل سابقة فدور الزوج إذا كان استمرنا ببعض المشاكل أو بعض الإشكاليات ما بين الزوجة والزوج فهون تعمل على رد فعل عكسي ويصبح عندي وجود الزوج مشكلة كبيرة بالنسبة للمرأة المولدة فأنا دائما منأكد على أن الزوج يكون هو الرحمي بالنسبة لزوجته بالفترة الأولى يلي هي دائما بيقوله طبعا هي في كل الفترات لكننا نركز في الموضوع هذه الفترة هي إلى حماية عالية يعني وجوده بحنانه وجوده بمساعدته الاجتماعية بدعمه النفسي نحنا بنعرف على أنه في عنا مشكلة نحنا العرب عن أنه صبي ولا بنت فأحيانا ممكن الزوج يكون عنده رغبة بأنه بده المولود الأول زكر فهون في حال جابت أنسة فيكون الزوج هون مثلا إذا أخذ نوع من الاندعاج أو نوع من التعصي فهذا بينعكس سلبا على نفسية الأم وبالتالي بدخله بحالة من الاكتئاب دون أن يشعر زين أستاذة شو يعني ممكن الأم اللي داخلة في هذه الحالة يأثر على طريقة تعاملها مع الطفل اللي هو تول ولد البيبي كيف ممكن يأثر هذا الشي على علاقة الأم بالطفل الوليد طبيعي هلا نحن ذكرنا إذا كانت الأمر طبيعي وعرضي مثل ما ذكرنا وصنفنا بالمرحلة الأولى عرضية متمر بشكل عادي ومساعدة الأم أو الأخط أو أحد أفراد العائلة بالمساعدة نوعا ما بدأ عدي المرحلة هي آلام الولادة آلام فقدان الحمل يعني جزء كان داخل جسد الأنثة وفقدته هذا الفقدان بيعمل له نوع من الفراغ العاطفي بالمرحلة الأولى لابد أنه نهتم تماما بهذه التعابير علاقتها بالوليد علاقتها بهذا الطفل القادم في حال كانت دخلت بالأم بالاكتئاب طبعا تصير العلاقة جدا سيئة تشعر على أنه هي أم غير جيدة هي أم ممكن تهملها ممكن أنا مات مات تماما بيصير عندها نوع من الأهمال والبعد عن هذا الطفل ونوع من العبء هذا الطفل شكله عبء جدا كبير بالنسبة لأله وبالتالي بتعمق حالة الاكتئاب بالنسبة لأله بالمرحلة التالية اللي هي خطيرة تماما ممكن تأذي هذا الطفل ممكن تعمل على قتل هذا الطفل إذا دخلت بحالة الإهلاسات المرضية العقلية والأصوات يعني الحالة المرضية اللي احنا ذكرنا هي عمليا نادرة ولكن موجودة فإذا دخلت بهذه المرحلة الصعبة والخطيرة أبعاده الطفل مباشرة عن الأم وإدخال الأم إلى المشفى من أجل تلقي العلاج المناسي هل المرحلة اللي قبل الولادة لها تأثير على مثلا رفع وعي الأم بأنها تهتم بهذه التفاصيل عشانها ما تدخل في حالة الاكتئاب؟ السؤال جميل ومهم جدا الأم ضروري إلى نوع من التدريب ونوع من التأهيل أثناء الحمل يعني لابد أن تعرف تماما لابد أن تأخذ خبرة إيجابية ونبتعد عن الخبرة السلبية يعني في كثير بيزرعوا بذاكرة الأم الحامل بعض التفاصل مشاركة تجاربهم السيئة مع الأم سيئة تجارب متعبة تجارب صعبة جدا فهي بتحتفز بذاكرة بهذا الشيء وبتثبت هذا الأمر وبالتالي تفتعل وتختلق الاكتئاب فعلا لذلك نبتعد تماما لابد من الوعي لابد من الإنسان يقرأ يعني المرأة لابد أنها بمرحلة الحمل تقرأ بشكل كثير كبير وتعي تماما المراحل القادمة وتعي تماما آلية الحماية الذاتية يعني آليات الدفاعية الذاتية عند الإنسان لابد أنها تتفاعل بشكل كثير كبير أثناء الولادة يعني هي ترفع معناويات نفسها هي تحاول على أن تبتعد تماما تتضر نفسها للمرحلة القادمة تماماً تبتعد عن الكلام السلبي يعني الإحساس السلبي خلينا نقول نحن دائماً التفكير والتأويل الداخلي السلبي هو اللي بيعكس الصورة السيئة اللي ممكن نحن نعيشها بالأحداث الحياتية إضافة لأنه ضروري كتير تعبر عن الحال اللي هي فيها يعني تشعر شو اللي بتشعر فيه تتحكي مباشرة إضافة لأهم من جميع هذه الأمور أنه دائماً هي تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل يعني التقى الروحاني العالي طبعاً أكيد بعثنا كتير مهمة بهالفترة هي أنه تعمل على حماية ذاتي وحماية عالية ضد الاكتئاب وضد جميع الأمراض صحيح طبعاً نشكر وجودك معنا أستاذة الإسار ومعلومات ما شاء الله قيمة وإن شاء الله جميع يستفاد مننا إن شاء الله توفي إن شاء الله شكراً لكم شكراً مشاهدينا وخليكم معنا في الفقرة القادمة أهلاً فيكم مشاهدينا من جديد في فقرة للرجل فقط من اكتئاب المرأة بعد الولادة أنتقل عزاء إلى صورة الأب للمرة الأولى وما ينتابه من خوف وفرح وقلق أحساس جميل لا يمكن أن يشعر به الإنسان إلا إذا مر بتجربة أن يكون أباً لأول مرة وقد يكون هذا الحدث جميلاً وهو مفتاح حقيقي لشعور هذا الأب بأهله ومعرفة قيمتهم وكم تعبوا من أجله فالأب عليهم متطلبات عديد اتجاه الأبناء ومنها تعليمهم توفير الأمن والحماية لهم من الأخطار والآن لحظة استقبال المولود الأول يضعهم بهذه المشاعر المختلفة وكيف تنعكس على الجانب الإنساني والاجتماعي لهذا الرجل حول هذا الموضوع بنفتح النقاش مع ضيوفنا الدكتور المستشار عبدالله برمضون والإعلامي طاه الحديري أهلاً وسهلاً فيكم معانا ضيوفنا اليوم أهلاً وسهلاً دكتور حابنا نعرف شو الجوانب النفسية اللي ممكن تتغير في الرجل كأحساسه لأول مرة بأنه بيكون أب إحساس لا يوصف مستحيل يكون الرجل يحس بهذا الإحساس قبل ما يعني يولد الطفل هذا وما يحس فيه بعد مرة ثانية يعني المولود الأول هو اللي يكون الإحساس مميز هي ميزة لأول طفل مزيج مثل ما تفضلتي مزيج من مشاعر خوف مشاعر فرح مشاعر قلق كلها إن كانت في الحد المعقول جميلة يعني مسيطرة لكن إذا صارت متطرفة يعني زادت عن حدها هنا تصير مشكلة ولها يعني انعكاسات على الأسرة ككل مش بس على الأب طبعاً سهلاً فلابد أن يحافظ لا بد أن تكون في نفس المستوى الصحي المتزن نعم نعم الدكتور أو أستاذ طاها من تجربتك الخاصة أنت ما شاء الله أب لثلاث أبناء أبنات وولد نعم وصف أنه شو إحساسك كان مع أول طفل هو دكتور هو أول طفل كان ولد ويمكن أنا لي وجهة نظر شخصية في هذا الموضوع إنه الإحساس بالمولود الولد مهما يكون أول أو ثاني أو ثالث بيختلف عن البنت عنصرية أنا عيشت تجربة شخصية أنا عيشت تجربة شخصية تجربة في أسرة فيها تسع أولاد نعم تسع أخوات سبيان وبنتين نعم والبنتين كانوا أكبر البنات يعني كان فيه جاب كان فيه مسافة كبيرة ما بيني وما بين البنتين يعني أنا ما أنا ما عيشتش مع البنات اللي هما البنات الصغيرين نعم المرحلة البنت وهي صغيرة نعم فعلشان كده تجربة تتخلق جواي إحساس إن أنا كان نفسي إنه ربنا يرزقني ببنت نعم فربنا كفقني مكافأة كبيرة جداً بثلاث بنات صح فإنما الطفل الأول كان ولد نعم فتقدر تقولي الإحساس الأول دايماً بالولد حاجة والإحساس الأول بالنسبة للبنت إحساس تاني خالص شو تفضل؟ البنت ولا الولد؟ شو تفضل؟ مش عايزين نزعل الولد مش عايزين نزعل الولد هو الإحساس الأول كان الولد الأول إحنا ممكن دكتوره في مجتمعنا الشرقي يفضلون الأولات طبعاً ثقافتنا باستقبال المولود الأول بتختلف يعني مش زي ثقافة الغرب يعني مناش إيه تقدر تقولي فيها نوع من العشوائية شوية مفهاش استعدادات نفسية ولا لوجستية ولا اجتماعية يعني بنستقبله استقبال عفوي نعم إنما بتبدأي من المولود التاني تبدأي ترتبي بأوراقك تبدأي تعيدي حساباتك تبدأي تقولي مثلاً أنا حصل لي في المرة تقوله كذا يبقى مفروض ما يحصل ليش في المرة التانية كذا أنا عملت كذا المفروض ما عملش كذا نعم يعني تجربة واحد يعيشها ويأخذ منها ثمرها بالزبط صحيح دكتور ليش دايماً أو خلنا نقول في الغالب مش دايماً الأبي يخاف من المسئولية أو الرجل يخاف من مسئولية الأبناء يخاف من الأسرة شوفي الإنسان بشكل عام مش بس لأسرة أي شي جديد أي شي جديد على الإنسان مرعب يعني يهاب شوية فلذلك أنا قلت المشاعر اللي يحس فيها مع المولود الأول يعني تكون غير دكتور أنت جربتها؟ أكيد نجربتها وشو كان هذا إن شاء الله تكون إيجابية بس أنا لما تجربة الأولى كانت لي كنت أنا أساساً كنت في الحج ما عشتها بالضبط بس عشتها يعني حتى وأنا هناك لكن تحسينها غير أصلاً أصعب تكون لأنك ممكن ما تندرك شارع في الشيء ممكن هذا بعد ضاعف هذا الشيء يعني هل في هذه فعلاً النظرية بأن الأبي خاف من المسئولية أكيد أكيد لأنه سند العائلة ممكن يكون يعني وضع جديد بالنسبة له دائمًا هو اللي يكون يعني تحت يعني في السلم هذا في السلسلة ما نقول للنسب هو أقل واحد متى ما جاء ولد خلاص صار لي اللي بعد يعني صار حلقة في هذه السلسلة هل في طرق ممكن أن نقدر أن نزيد وعي فيها الرجل عشان أنه يتحمل أو يستقبل هذا الموضوع طريقة إيجابية أكيد وهذا لابد يعني تضافر الجهود من كذب خاصة المؤسسات الإعلامية يعني أنا أعول على الإعلام في الجانب هذا دور كبير حقيقة وناهية أنها الحين في مع السوشال الميديا هذه يعني وسائل التواصل الاجتماعي يعني ويد وفرت المعلومة للناس طريقة سهلة طريقة سهلة ومبسطة نعم أستاذ شو دور الإعلام في هذا الشيء بمعنى الدكتور ذكر بأن وسائل التواصل الاجتماعي غير هذا التلفزيون وغيرها من الأمور المهمة اللي ممكن نرفع فيها وعي الرجل لاستقبال هذا الحدث السعيد بطفق طبعا مع الدكتور بنسبة كبيرة جدا هي وعي الرجل بيجي من وعي المرأة نفسها يعني أنا شخصيا بتجربة شخصية إن وعي أنا كان نابع من تجربة زوجتي في المولودة الثالثة بنسبة لها المولودة الثالثة ثقافتها بقت أعلى بدأت تدخل على مواقع علشان تعرف مثلا هي تحتم بأكل إيه في شهر الثالث تشرب إيه في شهر الرابع بتتجنب إيه في شهر الخامس هل الأب يدخل فيها التفاصيل فعلا؟ الأب بقى هو بقى هو الممول بقى هو المفروض ممول هذا شيء ثاني حاليا صارت حتى الأم ممولة إنما كان بيبقى لها دور مثلا في أشياء مثلا ضرورية في أشهر معينة بالنسبة للجنين لتربية الجنين لصحة الجنين هي مثلا المفروض في الشهر ده كنا بنبقى في خلافات مفروض تأكل بيت هي ما بتحبش البيت بتشرب لبن طبيعي ما بتحبش اللبن الطبيعي تأكل مثلا حاجة معينة ما بتحبهاش نوعه ده في نزاع وتليفونات وممتها في مصر واختها مش عارفة مع زوجها في جنوب أفريقيا فنتسل طب اقنعيها بكذا طب نعمل كذا التدخلات يعني الأب والأب ما يتدخل فتخرجك بقى من إيه تخرجك من إطار أنك بتتكلمي في ثقافات غزائية في خلافات أه أو لا أورثا يا صحيح أخذ بالك يا دكتور إحنا كنا ندخل في نسيب الموضوع الرئيسي ونمسك في موضوعات فرعية في خلافات فرعية إذا أنت كانت تجربتك في هذا الموضوع خلنا نقول استمديتها منوع زوجتك بخصوص هذه المواضيع وهي وصلت لك المعلومة بالتأكيد بالتأكيد طيب دكتور علاقة الأب أو الرجل في والده هل لها علاقة بطريقة استقبال المولود أكيد أي سلوك يصدر من الأب في هذه اللحظة يكون التبعات يعني أشياء كثيرة ذكريات مخزنة وقناعات وقيم وكل شيء تنعكس مثل هذه اللحظة صح يعني نفس البشرية يعني كائن يعني شيء حساس ممكن يعني شيء يقول لك صعب أنه يعني نقول الشيء هذا تأثر من هذا الشيء أو من هذا الشيء معقدة معقد جدا نعم ممكن تستمد معلومات من مصادر مختلفة وتخزنها كم معلومات من البيئة ومن الأسرة ومن الأب ومن الأم يعني كثير من السلوكريات اللي تصدر من الوالد الجديد نصح التعبير الأب الجديد يكون يعني مواخذنها وارثنها من أبوي من تجارب القديمة ممكن أو مع والدة نعم هل أستاذ هل تنصح الأب أنه يكون موجود مثلا في زيارات المستشفى خصوصا في المرحلة الأولى من بعد ولادة الطفل يحتاج ممكن زيارات مستشفى أو يحتاج مثلا احتياجات خاصة هل الأب لازم يكون موجود في هذه التجربة ده بالتأكيد ده بكل تأكيد لأنه الأب طبعا شو أهميته وجوده بيمثل نوع من الاتمئنان بالنسبة للأم بيمثل نوع من الاتمئنان وعلاقته مع هذا الطفل يعني هل ممكن أنه يجول على علاقته بالطفل هذا إذا عاش معاكلها التجارب هذه بصي إحنا يعني ثقافات أنا على مستوى شخصي ثقافاتي تقول أن علاقة الأب بالطفل بتبدأ وهو جنين في بطن أمه صحيح يعني أنا مثلا اكتسابت ثقافات من بيئة اتعرفت وتأكدت تماما أنه أنه مثلا أنك تشجالي قرآن في فترة الليل ده مفيد جدا وده يطلع لك جنين صحي جدا طبعا في فترات مثلا من اليوم أن مثلا لو الجنين سمع موسيقى هادية يطلع شخصية ودي دراسات علمية على فكرة يعني معترف بها على مستوى العالم لأنهم أكيد يعني ربطوا هالموضوع هذا بالذبذبات الإيجابية اللي ممكن تكون مربوطة بالقرآن أو بالموسيقى لهذا أو غيره وطبعا الجنين يستمع ده في بعض الدراسات بتقولك أن أنت المفروض تكلمي الجنين هو في بطن الأم أكيد يعني الأب بالذات ليس الأم الأب عندما يعني أنا حصل معي مثلا في بعض الأولاد أما كنت مثلا في بنت مثلا أتكلم معها كنت بأتكلم معها كتير فطلع أن فيه تواصل يعني علاقة خاصة جدا بيني وبينها وفيه كارزمة خاصة بيننا وبين بعض يعني لدرجة أن هي مثلا تلمحني تفهمني بسرعة في حاجات كتيرة جدا أنا شفت ده في مواقف عديدة جدا مريت بها في مراحل دراستها فده شيء مهم جدا يعني اللي هي الجزء اللي بتكلم عليه الدكتور اللي هي المورسات الثقافات اللي بيكتسبها الأب يقدر أن هو ينقلها طبعا الأفضل يكون الإيجابية منها طبعا طبعا بكل تأكيد نعم طبعا الموضوع مهم ونتمنى أن نكون عطينا معلومات مهمة بعد المتابعين ونشكر تواجدكم معنا اليوم دكتور والأستاذ طه حياكم الله معنا حياة الله شكرا شكرا سيدين جدا مشاهدين شكرا للمتابعة وخليكم معنا في الفقرة القادمة أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مرة ثانية في هذه الفقرة نتوقف الآن مع فقرة عالم المحبة والتسامح نسلط من خلالها الضوء على تجارب خاصة نراها على شاشات السينما والتلفزيون فما هو دور الفن والدراما في نشر قيم المحبة والتسامح والسلام نرحب بالفنانة هيفا حسين التي عرفت من خلال فنون بصرية مختلفة مثل المسرح السينما والتلفزيون فمن منا لا يتذكر دورها في مسلسل نيران واللقيطة حكم البشر عيال الذيب وكثير من الأعمال الثانية أهلا وسهلا فيك فنانتنا اليوم يا أهلا فيكم وأنا ويد سعيدة لمتواجدة خصوصا في موضوع التسامح والمحبة بين الناس وهذه دورنا نحن ننقل رسالة إيجابية وسامية للناس وإن شاء الله يارب يكون لنا تأثير إيجابي إن شاء الله هيفا حابين أول شيء ناخذ سيلفي عنك أنت كيف النانا وإنسانا كيف النانا أكيد مثل ما لكل عارف يعني اليوم صار لي تقريبا من 2000 إلى 2015 15 سنة في المجال الفني قدمت مجموعة كبيرة من الأعمال اللي يمكن تنامس المجتمع بشكل قريب جدا من مشاكلهم وقضاياهم الإنسانية والشخصية وفي أمور كثيرة يعني ناقشناها يمكن في ناس ما حست بهذه المواضيع لكن شافتها بشكل مباشر في أعمالنا لكن إذا بتكلم على مستوى الشخصي هم اليوم مع حساباتنا الشخصية في مواقع التواصل اختصرت وائد يعني مسافة صار والناس جريبين من بعض جريبين مننا وعرفوننا أكثر ما بتكلم وائد عن شخصيتي لكن الناس قاعدة تشوفنا على طبيعتنا في هذه المواقع بالذات الانستجرام لأن صوت وصورة يعني في فيديوهات قاعدين نصورها واليوم السناب شات أيضا تفاصيل ممنة من الحياة بالضبط يعني يمكن أنا مبوايد يعني أنزل فيديوهات على السناب أحاول بقدر المستطاع أني أنزل الشيء اللي الناس تنتظره أكثر من الحياة اليومية أو الشكل التفصيلي صح لكن أنت ما شاء الله في هالمواقع أنا من المتابعين طبعا نشيطة دايما ونزلين دايما الصور وتفاصيل وأشياء صراحة جميلة يعني أحاول أكون قريبة من الناس لأن أنا كنت صغيرة ليه اهتمامات أكيد بالفنانين وأحس بأن الجمهور يحب يتواصل مع الفنان يحب يتعرف عليه أكثر يحب لما يسأل سؤال يترقب من الفنان يعطيه اهتمام لو جزء بسيط من وقته فأنا حاسة بهذا الموضوع وأحاولني ما أقطع الجمهور دايما هاي فان شوفت على مواقع التواصل الاجتماع تكونين إنسانة طبيعية يعني بدون تكلف تطلعين مثلا على طبيعتك أمام الناس وتردين على يمكن بعض المتابعين يعني هذا أنا أعتبره نوع من الوعي والسلام الداخلي اللي هو الإنسان يوصل له هل أنت فعلا وصلتي لها المرحلة هذه بنتش أنت يعني واثقة من نفسك وواصل لسلام داخلي ووعي كبير قلت لك ما أحب أني أتكلم وائد عن داخلي أنا لأن هذه الشي قاعدة الناس تشوفه أكثر من نحن أحبين بس نوصل فكرة الفنان بالضبط الجمهور هو مرايتي يعني اليوم فلما نشوف الكومنتات الطيبة والإيجابية فبالتالي هذه يعطينا دافع بأننا نكون إيجابيين أكثر من اللازم مش أكثر من اللازم لكن بالشكل المطلوب اللي الناس تتوقعه مثل ما قلتي يعني هو التواصل مهم لما الناس يعني تحط كومنتات أو تسألنا بعض الأسئلة مهم أننا نرد على هذه الناس لكن صعب أن نجت ردين على الكلس لأننا نحن ما نوصل لهذه المرحلة أكيد إلا بوجودها الكم من الجمهور والمتابعين طيب هيفاء نحن أول شيء قلتي بأن دوركم كفنانين أنكم متوصلون رسالة إيجابية للمجتمع شو رايش أنت كفنانة ما شاء الله ومعروفة بتوصيل هذه الرسالة للمجتمع احنا جزء من هذا المجتمع جزء من هذا الوطن من هذه الأرض فبالتالي أي موضوع إنساني يلامس الناس مهم أننا كفنانين نمارس أو نستغل موهبتنا ونوصل لحق الناس خصوصا لنا متابعين كثار فيتأثرون باللي إحنا نقوله ومحبين كثار ومحبين الحمد لله رب العالمين الله يزيد يبارك احنا قدوتهم فمو بس قدوتهم على مستوى الشكليات مثل ما قاعدين يقلدوننا في مثلا استايلات معينة أسلوب في الكلام شكل معين شعر تسريحة معينة ميكب مهم أن احنا أعمالنا أيضا نتأثر فيهم نكون قدوة في الأمور اللي ما تطلع عن قد عاداتنا وتقاليدنا مبادئنا كخليجيين كمسلمين عرب فبالتالي الرسالة هذه كثير مهمة نحن نكون حريصين في توصيلها لهم خصوصا الزمن هذا يخوف بصراحة مع الانفتاح اللي قاعد يصير عيالنا قاعدين يتشوفون العالم الآخر اللي في يوم الأيام احنا ما كنا نشوفها ما في صعوبة في أن احنا نتوصل لصور فيديوهات مواضية بعيدة تماما عن عاداتنا فاليوم كوني فنانة أحاول أكون دقيقة صراحة وايدة لشان ما أطلع من جونة ما أطلع من أي شيء إلى مس كل فرد إماراتي وخليجي وخصوصا بينك أنت المتابعين لديهم من فئات عمرية مختلفة صحيح فأنت تكونين حريصة على الشيء التي تقدمي هيفا شو دورك الإنساني خلنا نقول فيه يعني بصورة عامة كيف ممكن نتوصلين رسالتك الإنسانية كيف ممكن نتدعمين هالشيء هذا أرجع وأقول مواقع التواصل سهلت أمور وايد سوى كان من جهات قريبة مننا يعرفونا بشكل شخصي أو حتى جهات ثانية يمكن ما يقدروا يحصلون أرقامنا لكن الموقع نفسه سهل التواصل بيننا فالحمد لله أنا يعني قدرت أني أشارك بمبادرات كثيرة إنسانية وطنية يعني ما أحب أتكلم وايد عن هذه الأمور لا نحن نتكلم عن الشيء عشان نفس ما قلتي ناس تقلد مش بس الشكل هذا هو هذا هو يعني أتمنى الناس ما تفهم بأن الواحد يتكلم وايد عن إنجازاته وأعماله الخيرية من باب الرياء يعني أو أنه يتكلم على أنه الآن أسوي لكن لأنه إحنا قدوة فبالتالي مهم أنه إحنا يكون لنا تواجد في هذه المبادرات الإنسانية الحمد لله قدرت أشارك في عدة حملات الحملة مثلاً حملة هذه طبعاً الحملة بالبحرين وهي اسمها ساهم في إسعاد الآخرين هي الحملة طبعاً سنوية تطلق في رمضان والهدف منها أن نحن نسعد الأسر المحتاجة فاختاروني أنا كسفيرة للحملة وقدرت من خلال الصور بعض الفيديوهات نشجع الناس في أنه يخصصون له جزء بسيط لإسعاد جزء بسيط أقصد من الملابس اللي عندهم تكرمون الأحذية أي شيء مثلاً أدوات المدرسية في صندوق معين موجود في المجمع والمول فيقدرون يتبرعون حق هذه الأسر إذا بتكلم عن مستوى مثلاً حملات محاربة مرض السرطان أيضاً من كم يوم شاركت في حملة اسمها إحنا معاكم وهي طبعاً أطلقتها الأخة الجوارية الشوملي في البحرين وطبعاً هي طفلة صغيرة كانت مصابة بالسرطان وقدرت بقوتها وبإرادتها أن تحارب هذا المرض وطبعاً دوم لها مشاركات في المجتمع بفعاليات اللي تخص أطفال مرض السرطان وأنا يعني الحمد لله بعد اختاروني في أني أنا أشارك في هذه الحملة سفيرة للحملة من ضمن بعض الفنانين وتقبلت هذا الموضوع بكل صدارة رحب والهدف من مشاركتي في هذه الحملات هو تشجيع الناس لعمل الخير تشجيع الناس في أنه ما يتعالون وما ينسون بأنه هذه جزء واحد مهم في حياة الإنسان اللي يقدر واللي ما يقدر كفاية الدعاء هذا أهم شيء صح كل واحد على ما قدرتها يعني أنت شو تقدرين تقدمين للمجتمع ممكن تقدمينها هيفا كلمين عن دورتك كأم ما شاء الله عندك أنت ورد واحد فكيف علاقتك فيه وكيف يتقبل أمك فنانة شوفي هو طبعاً أنا دخلت المجال الفني في عام 2000 وكنت يعني توني يعني تصورت مسلسل واحد وتزوجت فسعد يعني على هالدنيا وهو أمه فنانة بالضبط يعني أنا ما دخلت المجال عقوب ما كبار أو شيء فهو متأقلم على هذا الوضع وأتذكر حتى يوم كان صغير لما أطلع في التلفزيون كان يستغرب أنه كيف أن أمي موجودة معاي وموجودة على الشاشة يعني فكانت من المواقف هذه المضحكة بالنسبة لي بس مع الوقت يعني بالعكس هو متقبل وجودي كفنانة خصوصاً قاعد أحاول بقدر المستطاع أني ما أسيء له ما أسيء له مو لا أهو بس ما أسيء لمجتمعنا طبعاً ما أسيء لحكامنا لقاداتنا لشعبنا شعوبنا الخليجية والعربية بشكل عام نحن في مجتمع محافظ الناس مثل ما قلت لك تترقب أننا نحن ما نطلع عن عاداتنا وتقاليدنا فلما أظهر بشكل مهم ولائق والناس تحب تشوفني بهذه الطريقة فبالتالي أنا بالعكس يعني قدرت أني أسعدهم وأرفع راسهم فولدي الحمد لله سعيد صراحة يعني بالأعمال اللي أقدمها سعيد بالشكل اللي أظهر فيه سواء كان في مهرجانات أو أدوار شخصياً يعني هذا الشيء ممكن يشجعش ويقويش يمكن من داخلنا تقدمين أكثر وأكثر طبعاً لما أشوف ردة الفعل الناس مستنسب فيني كفرد من هذا المجتمع أكثر مني فنانة فبالتالي يعني أتشجع أكثر فيني أنا أقدم الأفضل وأيضاً أحافظ على هذه المستوى يعني في البعض تصيدهم الحالة اللي حسون يابون يتغيرون يابون يكونون شيء مختلف صحيح بس أنا الناس حبتني تشريفة حاولنا يحافظ عليها وهذه على فكرة نعمة ممكن لحد يقدر أن يحافظ عليها لأنه مع الشهر سبحان الله ممكن النفوز تتغير ويصلون لمراحل أصلاً يتعبون نفسياً يعني النجومية خطرة خطرة جداً فوق ما تصورين ممكن في لحظة الواحد يعني إحنا نقول صحيح يفقد يشطح يعني فيخليه يطلع عن مبادئ يفقد السيطرة يطلع عن أمور كثيرة يعني صحيح بس أنا قاعد أحاول بصراحة أني أعمل كنترول وما أخلي أي شيء يأثر فيني بشكل سلبي يعني إذن هيفا نبي نعرف شو أعمالت الدرامية الأخيرة الحالية أنت شغالة فيها سؤال صعب يعني الفترة هذه تعرفين يعني إحنا تونام خلصية من رمضان بريك موش بريك تشونزين بريك بالعاكس الفترة اللي هي تنعرض علينا بعض الأعمال نبتدي نقرة نقرة وايد علشان نختار وغيرنا دخولنا بعد المجال مجال الإنتاج خلى الموضوع شوي يكون أصعب علينا صح خبريني عن هالموضوع هذا وخبريني بعد عن تجربة زواج فنانة بفنانة هل أنت تشجعين هذا الشيء؟ وبعد عن الإنتاج؟ إذا أتكلم عن زواجي من حبيب الحمد لله يعني كانت خطوة إيجابية في حياتي ما ندمت عليها أبدا أهو كرجل يعني فنان الكل يعرفه أعماله تشهد له إذا أتكلم على مستوى مدير في الثقافة أيضا الناس تشهد له أعماله كثيرة إنجازات كثيرة وعلى المستوى الشخصي والإنساني أهم إنسان جدا روعة يعني محترم يقدر المرأة يعني إيش ما أمدح فيه أحس نشاطي مجروحة صراحة لأنه زوجي بس أهو بصراحة وجوده في حياتي دافع قوي لإني أنا أكون متواجدة متفاهم يمكن للمهنة اللي أنت فيها طبعا طبعا يعني هو لأنه فنان يحس ويحب مهنته فبالتالي معنا البعض بصراحة ممكن الغيرة تأثر فيه يعني مهما يكون إحنا شعوب شرقية يعني فمسألة الغيرة هذه موجودة عندنا لكن هو عاد عامل يعني توازن توازن بين غيرته كرجل وبين يحترم عمليه ويقدرني وأنا أيضا يعني أحاول بقدر المستطاع أني بعد ما أثيره ما أثير غيرته يعني ما أزعجه من هالناحية صح فالحمد الله يعني إن شاء الله نكون كثنائي نضيف لهذا المجال إن شاء الله نقدر نواصل إذا ما تكلم عن الإنتاج دخولنا مرحلة الإنتاج هذه تخلينا في حذر أكثر من كنا ممثلين قبل كان ينعرض علينا بعض الأعمال ونشوف يعني نقرأ إذا شفنا العمل مناسب الدور مناسب نوافق اليوم إحنا اللي راح نقدم الأعمال يعني إحنا اللي راح نختار المخرج المناسب نختار النص المناسب الفكرة مسؤولية أكبر مسؤولية كثير كبيرة وتخلينا خصاً أقوب نجاح مسلسلة وإني أعرف خاتمتي تخلينا في خطورة أكبر مسؤولية أكبر وتقديم النجاح المستوى يعني أنا والله صدقيني يعني أنا وأنا أقرأ أحس أنه أدور على نص في نفس المستوى اللي قدمنا وأعلى فوين تلاقينا في هذا الوقت؟ للأسف اليوم المصوص قاعدة تتراجع مستواها الأفكار صارت مكررة يعني اليوم القضايا بعد صار فيها نوعاً ما اختلاف بس القضايا صارت حساسة جداً صحيح أنها اختلفت لكن حساسة ففي صعوبة أيضاً في أنتش تطرحين أو تدخلين في هذه القضايا فنحاول ندور النص المناسب رقبت عورتي وأنا أقرأ صراحة بعض النصوص على الآيباد على طول بس إن شاء الله في مشروع جديد مرحة أعلن عنا قبل الله يتم الانتهاء من كتابة الناس وتتوضح بعض التفاصيل ونوقع العقد هنا بنقدر نعلن عنا إن شاء الله إن شاء الله طبعاً هيفا نحن نتمنالت التوفيق المستمر وإنتي ما شاء الله عليك فنانة قريبة من جمهورها ونتمنى دائماً نتمين على عفويتك وعلى بساطتك هذه إن شاء الله لين لهايت تسلمي إن شاء الله إن شاء الله الله يقدرنا ونكون عن حسن ظانكم إن شاء الله إن شاء الله هيفا مشكورة العفو حمي مشاهدينا خليكم معنا في الفقرة القادمة في فقرتنا الأخيرة نفتح نافذة على تجربة امرأة عرفت معنى التحدي فعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة لم تمنع لعاقماً ممارسة حياتها الطبيعية كأي شخص عادي حيث استطاعت التغلب على الكثير من الصعوبات وتفوقت على الكثيرات ندى شهاب واحدة من النماذج الإنسانية التي يعتز المرء بمعرفتها ومعايشتها فهي قبل كل شيء أم مثالية لم يقف الصم حائلاً بينها وبين سعادة أفراد أسرتها درست وعطت أقصى ما تستطيع لطالباتها في مدينة الشارجة للخدمات الإنسانية اكتشفت مواهبهم وأوصلتهم إلى تذوق معنى الفوز أهلاً وسهلاً فيتي ندى معنا وحياة الله جواهر معنا ضيفتنا الدائمة المتكررة الله يرضي إليك حياكم الله ندى في البداية حابين نسألت عن بيتكم وأسرتكم هل أنت الحالة الوحيدة في البيت ولا عندك مثل من الأخوان والخوات اللي عندهم نفس الحالة بسم الله الرحمن الرحيم أنا اسمي ندى شهاب متزوجة من أصم هون جنسية مصرية عندها ثلاث بنات والحمد والحمد لله كلهم نورمل يعني سامعين واحدة متزوجة وعندها أولادي تقول يعني أنا جدة عندي أحفال ما شاء الله تقول طبعا هي تشكركم على استضافتها في قناة الظفرة نشكر وجودت معنا ندى حابين نعرف إذا في عندهم في الأسرة بعد نفس الحالة متكررة لا ما عندها أحد تقول مش من قرائبها يعني من يعني مو من طرفها الأول يعني مو حد من قرائبها من بعيد عندها أحد أصم ندى أنت متزوجة بعد من زوج أصم هل أطفالكم عندهم نفس الحالة ولا كلهم خير سليمين وكيف تواصلت معهم في البداية كيف تعلموا الكلام والأمور هذه تقول بنتي الصغيرة كنت أودها عند أمي هي تعلمها نزين تقول بعد ما ييت هنا طبعا ييت الإمارات أنت من زوجة هنا تزوجت في لبنان نزين وأمت هناك بعدين ييت هنا هيا بعدين يت هي الإمارات هنا تقول بنتي الكبيرة وديتها المدرسة الثانية وديتها الحضانة الفترة اللي هي من أول لما كانوا أطفال لين ما وصلوا مرحلة المدرسة كيف تعلموا الكلام كيف تعلموا التواصل معاها تقول بنتي ما شعر عليها ذكية تقول تشوف وتتعلم يعني تعرف أنها تعني هذه الإشارة تقول من كانت تشوف مثلا تقول أنا ما أسمع بس من أحس أنه في صد صوت ولا شيء بنتي تتخبرني تقولي مثلا في صوت موسيقى في صوت شيء تقول في صوت موسيقى تقول أنا ما أفهم هي شو تقصد يعني تقول يوم أوايق أشوف هي فعلا في أماكن فيها صوت موسيقى ولا فيها صوت شيء جميل طب ندا حدثينا عن نجاحاتك المهنية تقول أنا أول شيء الحمد لله أنه هي تقول أمي حفزتني أني أنا أتعلم سواء في الصالون أو أرسم أو أشتغل أشغال يدوية انتين تقول بعدين شاركت في معارض أوكي تقول يوميات هنا يعطيت نفسي دافع أني أسوي معارض تقول ما شاء الله لي مارات دعمتني معارض في شو بالضبط معارض شنو أين هو؟ تقول معارض فنيسيا في لبنان بيختص يعني بشو بالضبط؟ رسم؟ أي معارض رسم أوكي تقول كنت أبيع لوحاتي بعد تقول كنت أصمم بعد تقول كنت أصمم دي كورات أحس عندها ما شاء الله تعرف كلمات يعني ياسا تردد كلمات هل هي تعلمتها أو كيف؟ تقول أمي وابوي حفزوني أني أنا أتكلم تقول لازم تقول لا تتكلمين مكسر يعني تكلمي شي مضبوط تقول حاولي تكتبين هاي تقول لازم يعني مثل تقرى الشفايف وتكتب يعني مو مثل أن تتعلم حروف عشوائية أعرف تي فهذا ساعدت تقول اللي ساعدني بها شي نهين ولدت طبيعية تتكلم تقول بعد ما صار عمري أربع سنين فقد تسمع بسبب ارتفاع درجة الحرارة آه أوكي أذن هو مش هولادي يعني هاي تقول دخلت المدرسة الحمد لله بعدين تعلمت شوي بشوي تقول كنت نام في سكن داخلي هذا هو معناته سكن إنه كانت في سكن داخلي طيب شو الصعوبات أو التحديات اللي واجهتها مع المجتمع مع الناس بسبب حالتها تقول ماني كنت أكلمهم كنت أكلم الناس ما يفهمون علي فأبوي يقول لي براي خليه أنا تعالي بكتب لك أقول لك هم شو يقصدون تقول اكتبي يعني كان يكتب لها تتبع تروح مثلا مثل ما قالت سيري كيلو لحم كيلو شايفة كانت تتعامل معهم بالكتابة تقول بعد فترة قامت مو تعودت على الأشياء المكتوبة تقول كنت أخش الورقة عشان ما يشتون بس أقول لهم أبي كيلو لحم مفروم يعني هي درست في مدارس للسليمين يعني عادي مو بأن مدارس خاصة أو شيء لا في مدرسة صمي مكفوفين تقول المجموعة الثانية كانوا مكفوفين كانت دارسة مع السوري مع الصم في المدارسهم ندا نفس معرفنا بأن أطفالك أو أولادك أو أبناءك الحين ناجحين كيف طريقة تواصلت معهم أو مع أحفادك حتى؟ تقول كنت أوديهم مدرسي عشان يتعلمون لأنه كان شيء أساسي تقول الحمد لله جيراننا ممقصرين معايف تعليم عيالي تقول كنت أيب لهم مدرسات وتعلمهم حتى بالبيت حسنا تقول ما شاء الله يعني ابنتها الكبيرة يمكن هي مثل ما يقولت ذرعها اليمين إن هي ذكية فاليوعق بها قدرت تسيطر إليهم تقول ما شاء الله آخر وحدة في لبنان تدرس في الجامعة ترك على فاكس تقول أتواصل معهم بالرسائل والفاكس تقول لأن ما أقدر لا أتكلم ولا أني هذا فترسلها بالفاكس وبالنسبة لأحفادها ما شاء الله تقول لها الأحفاد بعد وايدة ثكية يعرفون لغة الإشارة؟ تقول أنا ما علمتهم هم يعني هي أصلا طبعا مستغربة أنهم يأشرون فهي تستغرب أنهم كيف تعلموا لغة الإشارة إن زين ندا هل أنت كنت مثلا في يوم من الأيام حافظ لغيرك من المعاقين عشان أنهم ينجحون وأنهم يوصلون لمراحل من النجاح شجعتين نعم تقول كنت سوي لهم يلا تعالوا ندخل المسابقات ومشاركات خارج تقول في خارج الدولة في نظام تقول يعني هي تسوي لهم مثل معارض يبيعون حتى المسابقات تقول أسوي لهم معارض عشان يكون في تنافس بينهم وبين غيرهم نتقول لهم اشتغلوا يعني مثل ما تقول تحفيز حافز نتقول لهم يلا اشتغلوا سووا هالشيء لكم مثلا يعني قبل قبل شوان يالسمع ندا ونتكلم أن في بنات وصلوا لمستوى كبير أنه مثلا مو بس معارض في المدرسة أو برا نتقولي لا دخلنا حتى المسابقات الشيخة الطيفة ندخل المسابقات على مستوى في بوظبي هل حسيت في يوم من الأيام بأن هذه الإعاقة هي مثل شيء ناقص في حياتك أو تشعرين بأن هذا شيء طبيعي وما أثر فيك أبدا تقول الحمد لله دام قادرة تواصل مع أيحد تقول كنت روح بروحي يعني لجيران عادي من دون أي خوف تقول عندي أصدقاء الحمد لله تقول هم يحبوني لأني أنا ويد حرشة مثلا يقول لك تقول لا يعني ما زعلت ولا ضائقت الحمد لله شيء عادي شيء جميل ندا وأنت مثال الكثير من المعاقين وإن شاء الله نتمنى لك النجاح المستمر إن شاء الله شكرا قلت شكرا كثيرا شكرا للشنداء وشكرا للجوار على التواجد معانا مشاهدين قبل أن أودعكم أدعوكم للتواصل معنا على صفحاتنا على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وغوغل الظهرة أمامكم على الشاشة إلى اللقاء وترينونا مع الجديد دائما موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة